السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناءنا بناتنا العزاء طلاب الصف الثالث السنوي طلاب السنوية العامة المعلوم أهلا وسهلا بكم في الرقاء جديد عالم نص التلبس المباشر لوزارة التربية والتعليم معيك أستاذ محمد الورديني خبير مادة الأحياء والجنوجيا في وزارة التربية والتعليم اليوم بنستكمل لقاءنا مع الفصل الثاني التنسيق الهرموني كنا وصلنا في لقاءنا الماضي إلى الهرمونات وشوفنا الهرمونات إزاي بتفرز من جهاز الغدد الصماء وأكدنا أن هذا الافراز بتكونه يعمى غدد صماء يعمى غدد مشتركة وتفرز هذه الهرمونات في دم الإنسان ويبتدي الدم ينقل هذه الهرمونات إلى أعضاء الجسم المستهدفة ليؤثر عليه تعالوا نتكلم بقى كده مع بعض نعرضه ونشوف بقى غدد من الغدد الرئيسية اللي في جسمنا وهي الغدد النخامية عايزين نشوف كده الأول جهاز الغدد الصماء ونبص على أماكن الغدد الصماء اللي احنا ندرسها مع بعض الصورة دي في كتاب المدرسة فجهاز الغدد الصماء في الإنسان بيتحكم فيه في معظم الغدد بتاعته الغدد النخامية اللي هي بتوجد تحت المخ بتاع الإنسان داخل تجويف عظام الجمجمة يمكن نتكلم عنه ونشوف موقعها النهاردة مع بعض بالتفصيل إزاي تحت الجزء الأمامي من المخ اللي هو الجزء الأمامي ده بيتكون من النصفان الكراويان وهي تكون أيضا من يمكن منطقة المهاد ومنطقة تحت المهاد وصل لهي الغدد النخامية تقع أسفل منطقة تحت المهاد أو الهايبوسالاموس داخل تجويف خاص بيها في عظام الجمجمة شوف كمان الغدد الدراقية تقع على الرقبة جزء الأمامي من الرقبة يمكن تقع على القصبة الهوائية يمكن عليها من الخلف أربع غدد صغيرة في حجم حبات القمح بيطلق عليها الغدد جارات الدراقية في المناعة إن شاء الله عليكم خير هناخد كمان الغدد التايموسية ونحس بأهميتها المناعية ونؤكد على هيرمون التايموسين ودوره المناعي الخطير جدا 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 اللي بيزداد جمي جدا في الطفولة وبيقل بتقدم عمر الانسان بعد كده هنشوف كمان فوق الكلية في الغدد القاضي الغرية أو الغدد فوق الكلوية وهنشوف برضو تأثيراتها تأثيرات هيرمونية القشرة بتاعتها وهيرمونية النخاع من الغدد المشتركة اللي عندنا اتكلمنا عنها نبذة في اللقاءنا الماضي البنكرياس حس برضو بالبنكرياس وأهميته في جسم الإنسان طيب لو الفرض ده ذكر نجد داخل قيس الصفن عند ذكر بنجد الخصية ونتعرف على هيرموناتها النهاردة ونشوف كده الهيرمونات اللي بتؤثر عليها وأهم الهيرمونات اللي بتفرزها نتكلم برضو عن المبيض ونشوف برضو المبيض إزاي بيحوي تراكيب ممكن تفرز هيرمونات في دم الأنسة تغير من الأنسة وتؤدي إلى حدوث تغيرات داخل الراحة بتاعتها زي ما نشوف مع بعض النهاردة في اللقاءنا اليوم إن شاء الله كون دي الغدد اللي موجودة في جسم الإنسان نشوف توزيع كده الغدد الصماع دي فين في جسم الإنسان بالتفصيل نبتدي نخش في موضوعنا النهاردة نبتدي بأول غدد الغدد النخامية سيدة الغدد الصماع الغدد الماسترو زي ما احنا شايفين كده أين تقع تقع تحت المخ بتاعنا تحت الجزء الأمام من المخ تحت منطقة دي الميهات المنطقة اللي تحت هي دي اسمها الهايبوسالمس أو تحت الميهات تحتها الغدد النخامية زي ما احنا شايفين كده لها تجويف عظام الجمجمة يبيد فيه الكتلة الكتلة المفرزة الغدية اللي هي متتبع هزي الغدد اللي احنا بنطلق عليها سيدة الغدد أو رئيسية الغدد الصماع أو الغدد الماسترو في جسم الإنسان الغدد النخامية واحنا بنتكلم عنها وبنشوف هرموناتها بنجد ان لها جزء الغدد دي هو الفصل أمام والفصل أوسط يمكن ده هيكون مجموعة من الهرمونات هو اللي بيكون الهرمونات بتتخزن فيه بتطلع منه على طول في جزء العصبي بقى جزء العصبي ده بنجد ان بيبقى فيه في منطقة تحت المهات مجموعة خلايا بنطلق عليها اسم الخلايا العصبية المفرزة تقدر الخلايا دي تفرز هرمونات هرمونات ديت طبعا تخزن في الفصل الخلفي من الغدد النخامية طبعا بتعدى الأول على القمع أو العنق العصبية وتخزن في الفصل الخلفي من الغدد النخامية وتخرج منه يمكن الجزء ده بنطلق عليه اسم الجزء العصبي لأن هرموناته كونتها الخلايا العصبية المفرزة اللي بتقع فيه منطقة تحت المهاد أو الهايبوسامس نرجع بقى نشوف كده هرمون هرمون والركز بقى كده مع الهرمونات بتاعت الجزء الغدي في منها اللي بيؤثر على أنسجة غدية بعض هذه الهرمونات تؤثر على أنسجة غدية فتنشط غدد أخرى يمكن هندرس مع بعض هرمون FSH والLH ونشوف تأثيرهم على الخصياطين وعلى المبيضين طبعاً خصياطين في الجسم الزاكر والمبيضين في جسم الأنثى ونشوف كده برضو تأثيرهم إيه بالضبط على كل عضب من هذه الأعضاء يمكن من الهرمونات الأخرى هرمون TSH يمكن ده بأكد معاكم الهرمون المنبأ المنشط للغدد الدراقية هرمون ACTH الهرمون المنبأ الهرمون المنشط لكشرة الغدد القذرية ما بنساش كمان هرمون البرولاكتين أو المسبب لتكوين اللبن هرمون تكوين اللبن أو البرولاكتين ده بتكوين الغدد المخيمية عشان ينشط الغدد السادية عند الأم المرضعة إن هذه الغدد تستطيع أن تنتج الحليب أو اللبن بوايب أغزاء الطفل الرضية ده لو جينا شوفنا برضو فيه الجزء الغدد ده ممكن يكون هرمونات تؤثر على أنسجة بس أنسجة المراضي بقى غير غدية طيب إيه الهرمون اللي بيؤثر على أنسجة غير غدية في جسم الزكرة أو الأنسة ما بنساش هرمون النمو ده يمكن بيسيطر على نمو جميع عضاء الجسم نمو العزام نمو العضلات وص كي زيادة طول العزام زيادة طول العضلات زيادة طول أي حاجة في الجسم بسبب هرمون النمو اللي بينظم عايد البروتينات ونتكلم عنه برضو بالتفصيل النهاردة نشوف حالات الخلل في إفرازه ممكن تعمل في جسم الإنسان هرمونات بتفرص بقى من جزء العصب وهنا برضو في منها اللي بيؤثر على أنسجة غدية زي ما نقول الهرمون المنبل عضلات الرحم أو الأكسيتوسين بنجد أن ده بيأثر على عضلات الرحم يمكن عضلات الرحم هنا الرحم عمتاً بيبقى غض صماء زي ما نشوف هنقول لي يا جماعة خفضة الحمل ممكن أن رحم يفرز هرمون الريلاكسين اللي بيعمل على ارتخاء الارتفاق العيني في نفس الوقت لو جينا نشوف لعندنا هرمون الأكسيتوسين ده والـ OH بيعمل على انقباض عضلات الأوعية اللبنية عشان يندفع الحليب استجابة لعملية الرضاع من هرمونات الجزء العصبي أيضاً اللي بيؤثر على أنسجة غير غدية بقى المراضي هرمون الـ ADH أو المضاد لإضرار البول أو القابض للأوعية الدموية بص بتلاقي الهرمون ده بيؤثر على نيفرونات الكليا ولما بيؤثر على نيفرونات الكليا هنا ده بيزدد فرازه إمتى؟ أول ما إسموزيت الدم ترتفع يعني هي إسموزيت الدم ترتفع يقل الماء في دم الإنسان ويزداد تركيز مكونات الدم هنا ترتفع إسموزيت الدم ده ينبه الجزء العصبي ينبه خلال العصبي المفرزة أنه تفرز هرمون ADH أو المضاد لإضرار البول طب مما يحصل حاجة زي كده الهرمون ده يروح على طول الأنابيب النيفرونات يحفزها على إعادة امتصاص الماء تعيد امتصاص الماء من مكونات البول اللي تم ترشحها داخل أنابيب النيفرونات فيعود الماء لدم الإنسان لما يعود الماء لدم الإنسان إسموزيت الدم تقل طب البول بقى هنا اتاخد منه الماء كمية البول تقل كمية البول تقل لي ليه الماء فيه قل طب المواد الإخراجية وتركيز المواد الإخراجية في البول قوعة تنسى زادت كمية البول قلت تركيز مكونات البول زادت إسموزيت البول زادت كل ده في فضل هرمون الـADH طب واحس حاجة كمان أبناء بنات العزان لو جينا نشوفنا عندنا هرمون الـADH برضو يمكن بيطلق عليه القابض للأوعية الدموية لأنه بيزداد إفرازه عنده انخفاض ضغط الدم في الإنسان فبيعمل على انقباض عضلات الأوعية الدموية طب لما تنقبض العضلات بتاعت الأوعية الدموية يقل قطر الوعية الدموية لما يقل قطر الوعية الدموية نقص القطر يؤدي إلى رفع ضغط الدم داخل الأوعية الدموية طب لما يرتفع ضغط الدم هنا هنا الـADH يقدر يعمل إيه؟ لو ضغط الدم بتاع الإنسان انخفض ده ممكن يرفعه ويعيده إلى الضغط الطبيعي مرة أخرى هللاحظ أن هرمونات الجزء العصبي من الغلدة النخيمية ممكن يستعين بها الأطباء عقب العمليات الجراحية طب ليه؟ بعد العملية الجراحية ممكن الإنسان هنا المريض ده يكون فقط جزء من دمه أساني العملية ده برضو رحمة تنبيع عشان ما يقومش يتباول كل شوية لما ياخد هرمون إيه دي اتش إلا يحصل هنا بصت ليه معدل التباول عنده قل حركته وانتقاله من مكان آخر هتقل في نفس الوقت لو ضغط الدم كان عنده منخافض نتيجة نسف بعض الدم هنا ممكن ضغط دمه يرتفع عنده انقباض عضلات الأوعية الدموية ده الهرمونات بتاعة الجزء العصبي برضو يمكن أثناء عملية الولادة بعض الحالات اللي ممكن يبقى عندها وليه ده متعسرة يقول لك الأم اللي هي هنا هتلد ممكن تاخد حقنة حم الطل يعني ايه حقنة حم الطل بالبلد دي؟ حقنة تزيد من انقباضات عضلات الرحم هي حقنة تحتوي على هرمون الوكسيتوسين أو الو اتش اللي هيعمل على زيادة انقباض عضلات الرحم عشان تسهل من خروج الجنين أثناء الولادة تعالوا نشوف كده مع بعض هرمون النمو بيتحكم فيه عمليات الأيد وخاصة أن تصنيع البروتين بكده افتكر يعمل على نمو الجسم دايما لما قولك نمو عضلات نمو الجسم نمو عظامي بهرمون نمو افتكر قوة العضلات قوة العضلات هرمون التسيستيرون هرمون الزكورة افتكر كده معي كويس جدا جزئتين دولة اليوم ما بنقول قوة العضلات غير نمو العضلات نمو العضلات مرة أخرى المسؤول عن نمو العضلات هو هرمون النمو بينما المسؤول عن قوة العضلات هو هرمون الزكورة لو كلمنا عندنا يا ترى ما الحالات الشازة اللي ممكن يعاني منها الإنسان نتيجة الخلل في إفراز الموني نمو وجدنا عند نقص الإفراز لو حدث نقص في الطفولة ممكن يؤدي إلى حدوث القزامة لكن لو حصل نقص زيادة بقى في الإفراز تعال بص بقى زيادة الإفراز دي تحصل إمتى لو في الطفولة تؤدي إلى العملاقة فيها يزداد طول القامة وياصل طول القامة من 2-3 متر أحيان لكن زيادة الإفراز لو حصلت بعد البلوغ هنا ممكن تؤدي إلى حالة الأكروميجالي الأكروميجالي هنا نسميها تضخم الأطراف تعالوا نشوف الصور اللي جاي دي ونركز كده معي مع مجموعة الصور اللي جاي شايفين حالة عملاقة واضحة الراجل هو قاعد على الكورس بيقدر يغير اللامبة بتاعة النجاة فهي عملها إزاي؟ شوف الفرق ما بين ده طول طبيعي بالشكلة كده بص ده كده طول مش طبيعي شفتوا كده الأناسة دي كده أو الأسازة دي كده بص بتحاول تمدق ديها الطبيعية عشان تصل لكتف هذا العملاق يمكن الصورة دي تتعدت في مصر كان فيه لقاء ما بين أطول راجل في العالم وأصل راجل في العالم من أجل تنشيط السياحة في مصر كان معمول لهم دعوة للإقامة عشان ننشط المزارات السياحية في مصر شوف كده تخيل ده أطول راجل في العالم وده أقصر راجل في العالم اجتمعه بجوار بعضهم البعض بالشكل ده كده شاب الفرق إجابي جدا في طول حالة قزامة واضحة وهنا حالة عملاقة واضحة بالشكل ده كده شوف طول ده راجل عادي لكن ده طول ده طول مش عادي خلص نشوف حالة الأكروميجا لبعه ملاحظي الحالة اللي قدامنا دي كده لو جينا شوفت عندنا شوف الأستان متبعدة ازاي نتيجة نمو الفك وبروز الفك السفلي زي ما انت شايف كده يبرز عن الواجه شوف الإيد دي إيد طبيعية بالمرة لكن إيد دي إيد فرض اللي دي أكروميجا لي واضح جدا 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 شوف الواجه هنا ازاي العظام بتاعته نمت فالشكل بتاع الواجه هنا أصبح يعني في بعض البروزات في بعض ممكن نقول عليها التشواءات بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده الحالة دي بنطلق عليها اللي اكروميجا لي أو تضخم الأطراف الحالة دي سببها الرئيسي زيادة إفراز رمون النمو في البالغين أهم أعراضة إيه زي ما اتفقنا تجديد نمو الأجزاء البعيدة في العظام الطويلة فيتجدد نمو الأيدي والأقدام والأصابع مع تضخم في الوجه زي ما شفنا وتباعد في الأسنان حسنا بيرمونات الغدة النخامية وقلنا إزاي بتنشط الغدد الأخرى راجع عليهم كده مرة تاني مين اللي هنشط كشة القذرية أبناء بنات العزاء ما ننساش مين اللي هنشط كشة القذرية وإن هيرمون إي سي تي أج مين اللي هنشط الخصية هيرمون FSH و LH مين اللي هنشط المبيض FSH و LH مين اللي هنشط الغدد السادهية ما تنساش عشان تكون اللبن برولاكتين عشان يندفع الحليب ويخرج منها استجابة لعملية الرضاة على الأكسيتوسين أو المنبه لعضلات الرحم ما تنساش الغددد درقية مين اللي هنشط الغددد درقية عشان تكون السايروكسين هيرمون الرئيسي بتاعها ما تنساش هيرمون اسمه TSH طبعا عشان كده قلنا يا جماعة الغدد النخامية هي رئيسية الغدد الصماء رئيسية الغدد اللي في جسم الإنسان تفرز هيرمونات تنشط الغدد المختلفة وشوفنا كم من هيرمونات المنشطة هنا إيه وحسينا بدورها إيه تعالوا نحس أكتر بقى مع الهيرمونات الجنسية وهيرمونات FSH اللي بتفرص في الزكر وتفرص الأنسة إزاي ممكن يبقى لي دور كبير جدا 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 في النطق الجنسي عند الزكر وتؤثر على خصوبة الزكر تماما مين مرة تاني الهيرمونات اللي هي بتكونها الغدد النخامية الهيرمون اللي احنا منسلمي FSH تعالوا نشوف هيرمونات نطق الزكر جنسية الغدد النخامية للجسم الغدي يوفرز هيرمون FSH طب يعمل إيه في السيدش ده ينشط الخصيتين ما هي تكون مين شايفين دي كده ده القطاع في الخصية في الإنسان بص كده دي قنايبيبة منوية يسمها إيه مرة تاني قنايبيبة منوية بهذا الشكل طب ربنا خلق القنايبيبات المنوية دي كلها ليه في الخصية هي دي المسؤولة عن تكوين الحيانات المنوية وبيتغزيها كمان في المراحل اللي قولي شوف كلا اهو ال FSH ده بينشط الخصية ان هي تكون قنايبيبة منوية طب ليه عم عشان تقدر تكون حيانات منوية طب لعما تكون حيانات منوية إيه اللي هيحصل حيانات المنوية دي بيلاقي عليكو حيانات المنوية دي تقدر ان هي تعمل ايه مرة تاني تطلع من الخصيتين بعد كده هي دي اللي هتخصة بالبايد ده هي دي الامشاج المذكرة اللي بيونتكها الزكرة هي بقى افتكر دايما اي نقص اي نقص في الحيانات المنوية المسؤول عنه ميه مرة تانية هرمون FSH لأن نقص FSH قد لنقص لأنابيبات المنوية قد لنقص تكوين حيانات المنوية في الزكرة على الطول تقدر بقى عندك بقى كمان هرمون التاني اسمه هرمون LH ده بقى يروح للخصيتين ينبه أن هي كوين الخلاة بينية شفت كده دي انابيبات المنوية بين الايبيبات المنوية فيه تجمعات الخلاة بالشكل إذا كده بنطلق عليها خلاة بينية شاب دي خلاة بينية طب يطرع ما هي دور الخلالبانية ديت هي دور الخلالبانية ربنا خلأ الخلالبانية دي في الذكر ليه عشان تكون للذكر هيرمونات الذكورة هكوون هكا اسمها الاندرجينات مي الاندرجينات هيرمونات متسسيرون وهي الاندرجينات دولا العيد الزكر صفاته الجنسية صفاته الذكرية هي دولة اللي يخلوا عنده قوة العضلات فشونة الصوت نمو الشعر في الشارب واللاحية وبعض أجزاء من الجسم ده كل ده بفضل الأندروجينات أو الهرمونات الجنسية الذكرة نرجع مرة أخرى طيب يا ترى ما هرمونات نضج الأنسة جنسيا أو الهرمون هرمون اسمه FSH ده بنشط المبيض أنه يعمل انضاج للبوايدة وبعد ما يتم انضاج البوايدة يتم تكوين مين حوالي البوايدة كده بص هو يصير الجريف بالشكل ده كده تتكون هو يصير الجريف اللي تفرز هرمون مين الاستروجين هو يصير الجريف تفرز هرمون اسمه هرمون مين مرة تاني الاستروجين هرمون الاستروجين ده يعمل ايه بقى هينظم نمو بطانة الرحم أثناء دورة الطمس هيدي الأنسة صفات الأنوسة فيعمل على نمو الغدد السادية عند الأنسة أثناء فترة البلوغ هيرمونات المهمة جدا بنطلق عليه اسم الأستروجين أو الأستراضيون الهيرمون التاني بقى هيرمون الـ LH ده حكاية تانية خالص يعني ده ينشط المبيض المبيض ده بص كده يحرر البوايضة عشان تخش إلى قناة فالوب الشات ده كده اللي تلتقي مع الحال ما أنا وفي قناة فالوب ليتم إخصادها يبقى تتحرر البوايضة طيب ومعهدين شفت كده حوالي صد الجراف اللي كان بتحيط بالبوايضة دي كده تتحول للجسم الأصفر يبقى كده تكوين الجسم الأصفر اللي هي إفريزرمون اسمه إرمون مين مرة تاني البروجسترون الجسم الأصفر يفريزرمون اسمه إرمون مين مرتيني البروجسترون طيب البروجسترون ده يعمل إيه؟ زيادة صمك بطانة الرحم زيادة الإمداد الدماء لبطانة الرحم لما بيزيد صمك بطانة الرحم ويزداد الإمداد الدماء لهذه البطانة إيه لا يحصد؟ تبص اللي هي على طول تبقى بطانة الرحم جاهزة لاستبال بوايضة المخصابة الهرمون ده يقول عنه أقاويل بعد كده ده هيثبت الجنين في بطانة الرحم ولو قل إفرازه خلال أي فترة من فترات الحمل ده معناه حدوث الإجهاض على طول هرمون اسمه هرمون البروجسترون مهم 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 جدا 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 هرمون البروجسترون كمان ليه أقاويل تانية كتير ده بينظم التغيرات اللي هتحصل لبطانة الرحم هينظم التغيرات اللي هتحصل لبطانة الرحم إمتى؟ طبعا عشان تبقى جاهزة لاستبال البوايضة المخصابة هينظم كمان التغيرات اللي هتحصل للغدد السادية عشان تبقى قادرة إن هي تعمل إيه مرة تاني؟ عشان تقدر بعد عملية الولادة تنتجي الحليب ولما تنتجي الحليب إيه اللي يحصل؟ تبقى طبعا هنا قادرة على تغذية الصغير بعد كده يبقى التغيرات اللي هتحصل لإزيل غدد سببها مين مرة تاني؟ هرمون البروجسترون اللي بيفرز من الجسم الأصفر وبعد كده هنقول بيفرز كمان من الماشين نأكد مرة تاني هرمونات الجزء العصبي مرة تاني نأكد عليها معاكم الهرمون المضاد لإدرار البول أو الـ ADH هو هو الهرمون القابض للأوعية الدموية أو الـ VH أو الفازوبرسين تعال بص كده يعيد انتصاص الماء من أنبيب النفرونات فتقل كمية البول ويزداد تركيزه وتقل بكده اسموزية الدم وتزداد بكده اسموزية البول خلي بالك يعمل على رفع ضغط الدم إزاي؟ لما يعمل على انقضاض عضلات الأوعية الدموية تلاحظ معي أن التأثير هنا على عضلات والعضلات دي كلها عضلات ملساء زي ما شوفنا لو جينا شوفنا الهرمون المنبئ العضلات الرحم بنظم تقلصات الرحم بيزدها بشدة أثناء عملية الولادة من أجل إخراج الجنين له أثر مشجع في اندفاع الحليب من الغدد اللبنية استجابة لعملية الرضا نرجع كده برضو مع بعض مرة تاني هذه الغدد النخامية مرة تاني يا ابناء بنات العزاء اللي بتتصل المنطقة تحت المعاد بالشكل ده كده هذه الفص الأمامي ليها هذه هرمون الجي اتش الهرمون النمو اللي بيعمل على نموه العضلات والعضلات وعضاء الجسم المختلفة الاسي تيتش رايح للغدد القذرية فوق الكليا عشان ينبق شرتها ان هي تقدر تكون هرمونات استرويدية بعد كده هرمونات أصلها مواد دهنية هرمون تيسيتش طالع برضو من جزء الغد رايح للغدد الدراقية عشان يخليها تكون هرمون السايروكسين الهرمون الرئيسي بتاعها شفنا إزاي الافي السيتش رايح للخصية خلى الخصية تعمل ايه الافي السيتش تكون وناي بيبات منوية تكون حينات منوية طب والإلتش خلى الخصية تكون خلابانية تكون لاندروجينات زي التسفيستيرون والاندرستيرون شفنا الافي السيتش ازاي راح للمبيض خلى يعمل انضاج للبيضة وتكوين حواصل الجراف شفنا ازاي حواصل الجراف كونت الاستروجين أو الاستراديول طب وبعدين راح اللي الافي السيتش كمان اللي بنسميه الهرمون المصفر شف الافي السيتش بنسميه المحاصل عشان كده نب المبيض انه يكون هو يصير الجراف عشان كده نسميه الهرمون المحاصل طيب ليه الالاتش يسمى الهرمون المصفر نب المبيض انه يحرر البوايدة فتتحول حواصل الجراف الى الجسم الاصفر والجسم الاصفر بعد كده يفرز هرمون مهم جدا 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 اسمه هرمون البروجسترون حسينا بتأثيره على بطانة الرحم ازاي زود سنك وبطانة الرحم زود الامداد الدمويلية حسينا بتأثيره على الغدد اللبانية نظم انه موه اللي بيحصل والطايرات اللي بتحصل للاوعية الدموية اللي موجودة فيه سادي الأم عشان تبقى بعد الولادة تقدر انه تكون اللبن على طول ما بنساش هرمون افراز اللبن او البرولاكتين اللي راح للغدد اللبنية خليها تقدر انه تكون الحليب عشان يبقى الغزاء للطفل الرضياء بتاعه اما هرمونية الجزء العصبي هرمون الو اتش او الوكسيتوسين او المنبه العضلات الرحم اللي بيعمل على انقباض عضلات الرحم اسناء الولادة ويعمل على انقباض عضلات الاوعية اللبنية عشان يندفع الحليب استجابة للعملية الرضا بينظم برضو اضرار مين على طول البول لما يبقى هرمون اي دي اتش هرمون اي دي اتش اللي بيروح لانه جيد النفرونات يخليها تعيد متصاص الماء من الماء اللي تم ترشيحه بداخل النفرونات فيعاد الماء للجسم فتقل اسموزية الدم وتزداد اسموزية البول ويزداد تركيز مكونات دي كلها مراجعة كده لهرمونات الغد النخامية اكدنا مع بعض عايزين بقى يعني جزء مرتبط دي هرمونات الغد النخامية هو المفروض تبقى الجزئية دي سادسا العنوان سادسا في الهرمونات بس انا يعني دايما بربطها مع الغد النخامية هرمونات الغد دي جنسية انا كده كده قلتها يا جماعة يعني فعشان يبقى الموضوع متكامل هنجيب الجزء ده من وراء شوية نحطه معانا ويبقى برضو خلاص طمان جزئين مرتبطين ببعض ارتباط كامل احنا شايفين جاز تنسولي المذاكر قدامنا وجاز تنسولي المؤنس تعالوا نتكلم كده عن بعض هزيل المونات طبعا من اهضاء جاز تنسولي المذاكر زي ما شوفنا عندنا في الخصياطين الخصياطين اللي هي رقم سبع جزء ده كده اللي فيه اللي بيباية المنوية فيه البربخ اللي بيخزن فيه الحيانات المنوية بعد كده فيه الوعاءان الناقلان بالشابت ده كده طبعا فيه حاجة اسمها حوصالة منوية مهمة جدا لجاز تنسولي المذاكر ليه بتكون سائل مغزل الحيانات المنوية فيه سكر فاركتوس طبعا هنا ده الماجرى البول الماجرى البول بيبقى ماشي فيه بول والبول بيبقى فيه بعض المواد الإخراجية وبيبقى فيه بعض المواد الحمضية تبص تلاقي هنا لابد من تنظيم البي اتش عشان يبقى هنا مناسب لمرور الحيانات المنوية بقى مان فتبص تلاقي تيجي بقى الغدة كبيرة دي كلا والغدتين السوالانين دولا الغدة كبيرة دي اسمها غدة البروساتة والغدتين السوالانين دولا ستمون برور الحيانات المنوية بالشكل ده نفتكر انا جبت السادة الوقت القصية فيها انايببات منوية بين انايببات المنوية فيه خلايا باينية هيا هنحتاج الوقت ابن ساج في الجاس الاسور المذكر فيه حو سلطان منويتان هم وفي غدة كبيرة اسمها غدة البروسات تعال نمسك الهرمونات الجنسية الذا الذكرية اللي احنا اطلقنا عليها اسم ايه مرة تاني الاندرو جينات منات الجنسية الذا كرية اسمها ايه مرة تاني الاندرو جينات مين اللي بتكونها الخلايا البانية بالخصية تعمل خلايا البانية ده تفرز هرمون التس السيرون والاندرو السيرون طب مين اللي خلايا البانية دي تتكون ما ما تنساش اللي نبه على تكوين الخلال البنية ديت. قلنا هيرمون مين الاتش. هيرمون الاتش. نبه تكوين الخلال البنية بالخصية. كوانة الخلال البنية تقدر تفرز هيرمون تسستيرون والاندروستيرون. طب بعد كده يعمل الهيرمونين دول عائبة نمو البروستاتا اللي هتفرز سائل قلو يعادل حمودة ماجر البون. بص كده نمو الحيصلات المنوية اللي هتكون سائل قلو في سكر فراكتوس لتغذية الحنات المنوية. ننساش ظهور الصفات الجنسية الفانوية في الزكر. ايه الصفات الجنسية الفانوية في الزكر؟ لا تنساها أبدا. طوة العضلات يبقى نمو العضلات هيرمون النمو وقوة العضلات. هيرمون التسستيرون والاندروستيرون. تكر معي. خشونة الصوت. نمو الشارب والليحية. الشارب بعض أجزاء الجسم. كل دي صفات جنسية ذكرية. مسؤولة عنها. هيرمون مين ومين مرة تانية التسستيرون والاندروستيرون. تعالوا بقى نشوف المبيض. المبيض بالشكل ده كلا. طبعا المبيض ده جزء من أعضاء الجاسية نسول الأنساء واللي قدامنا بالشكل ده كلا. ندرسه بالتفصيل في التكاثر ان شاء الله. ابناء بنات العزاء. لو جينا نشوفنا عندنا. نأكد مع بعض مرة تاني. المبيض ده بيبقى بداخله عدة آلاف من البويضات الصغيرة بالشكل ده كلا. لابد أن تنضج إحداها بفضل هيرمون FSH. لابد أن تنمر حويصلات حولها اللي تكون حويصلة جريب بالشكل ده كده. لا تفرز هيرمون اسمه هيرمون مينة. الاين اور الاستروجين او الاستراديول. لابد كمان ان كل ده يحدث بفضل هيرمون اسمه هيرمون مين مرة تاني. FSH. بص بقى شايف ده هو المبيض فيه شوريان. الدم بتاع الشوريان ده هو اللي جايب للمبيض FSH. بص بقى الجمال بص الحلاوة بقى بص الكلام اللي جاي ده شايف الوليد اللي جامله ده الدم بتاعه هياخد هيرمون من الاستروجين او الاستراديول عشان ينقله من المبيض للراحم عشان يروح بقى يعمل على يموه بطانة الراحم ويروح للغدلة السادقة خليها تانو اسمائي البلوغ في الانسة شايف؟ في تكامل في الوظائف. شوريان يجيب هيرمون FSH وبعلي كده يجيب هيرمون LH. شايف الوريد ده بقى? ياخد الهيرمونات اللي تكونت. ياخد مين الاول? الاستروجين الاول. ياخد مين? الوريد ده كمان. ياخد البروجسترون عشان كل هيرمون ينقله الدم الى اعضاء جسم المستهداف عشان يقدر يقوم جدوره جوة جسم. اليرمونات الجنسية الانسوية او الاستروجينات. دفعنا ال FSH بيعمل على انضاق البويضة تكوين حويصرات جراف. طب بالله عليكم. حويصرات ديت. توفرز المون من الاستروجين او الاستراضيولة. اللي هيعمل ايه؟ يعدل ظهور الصفات الجنسية السانوية في الانسة. ما بننساش كبر الغدد السادية. البلوغ ما بتنساش تنظيم الطمسة او تنظيم دورة التبويضة عند الانسة او تنظيم الدورة الشهرية عند الانسة. بحيث انها لازم كل شهر ايه اللي يحصل له. لابد كل شهر ان هي تبتدي تكوين بويضة بانتظام على طول. لو جينا شوفنا عندنا. شفت كده او اليرمون من اليرمونات الجنسية الانسوية اسمه هرمون مين مرة تاني الاستروجين او الاستراضيول. من اليرمونات الجنسية الانسوية او الاستروجينات كمان. جسم الاصفر في المبيض. وبعد كده لو ربنا كرم الام واصبحت ام حامل. لو ربنا كرم الام واصبحت ام حامل. هنا ايه اللي هيحصل. هتتكون. وص كده المشيمة. مين المشيمة دي. هنتكلم عنها كتير بعد كده. هنقول او عادة دموية. كونها الجنين. خلاص. من بطانة داخل بطانة الراحم. كونها الجنين في بطانة الراحم. تمتد داخل بطانة الراحم. طب ايه اللي يحصل. او عادة دموية دي هي تلامس الاو عادة دموية للام. ويحدث بين الاو عادة دموية بتاعة الام والجنين عملية تبادل غزات. تبادل المواد. فالام تدي الجنين من الغزاء والاكسوجين. وتستقبل منه من الفضلات وسيني اكسيد الكربون عبرها زي المشيمة. المشيمة بتتكوناع الجنين من المراحل الاولى. لكن درها الهرموني. درها كغدة صماء. يظهر بعد تحلل الجسم الاصفر في بداية الشهر الرابع من الحمل. نشوف كده مع بعض. جسم الاصفر في المبيض والمشيمة بيعملوا ايه اللي اتنين؟ افراز ارمون اسمه ارمون البروجسترون. بيفرزه ارمون اسمه ارمون مين مرة تاني؟ البروجسترون. البروجسترون ده دوره ايه؟ بينظم التغيرات الدموية في الجشهي المبطل للراحل. عشان يجعله جاهز لاستقبال وزرع البوايضة على طول. تانا بيزيد من صنق بطانة الراحل. خلق وعيد دموية في بطانة الراحل تزاد جامل جدا جدا جدا. طب لايه عم عشان تقدر البوايضة المخصبة تنغمس في سنايات بطانة الراحل ده وتحصل منها على ما يحتاجه الجنين من غزاء. البروجسترون زي ما عشارنا وتكلمنا كتير النهاردة بينظم التغيرات اللي بتحدث الغدد السادياني اسناء الخن. مطلوب الغدد السادياني يتورد ديها كم كبير من الدم عشان تقدر تستخلص منه الحليب. تقدر تفلتره وتستخلص منه غزاء الطفل الراضية. فيتحول غزاءه من المشيمة الى الغدد السادياني دي. ده ما بيحصلش كده من يومه لأ لكن ده بيحتاج افراز هرمون البروجسترون اللي بينظم الطائرات اللي بتحدث في هذه الغدد اثناء فترة الحمد بحيث ان بعد الولادة على طول اشتغل عليها البرولاكتين ويبقى قادر ان يجعلها طنتجل حليب على طول. من الهرمونات الجنسية الانسائية الاخرى شفنا الجسم الاصفر في المبيضة. المشيمة الرحم شوف الجسم الاصفر ده اول تلات شهور من الحملة. ماشي ما بدءا من الشهر الرابع حتى نعيد فترة الحملة. تكر معي كمان الراحم طوال فترة الحملة. كل دولة تلات حاجات او تعاونوا ان هما يفرزوا مين ما. ما ننساش الهرمون ده انا قلته قبل كده الهرمون الريلاكسين. الهرمون الريلاكسين يعمل ايه? يقل المنطقة دي منطقة الارتفاق العيني في الحزام الحوضي ده. طيب و بعدين يعمل ايه اللي ارتفاق العيني ده يخليه ارتخي اتمدد يتسع. فعزام الحوضي توسع عند الام الحام. طيب لما تبتسع عزام الحوض ايه اللي يحصل? ما نتيجة? اتساع عزام الحوض. النتيجة على طول تبص كي هنا عزام الحوضي ده لما بتتمدد يسهل من خروج الجنين. اثناء عملية الولادة على طول. يبقى هذا الهرمون بيعمل على ايه مرة تاني? ارتخاء الارتفاق العيني. بيزداد افرازه مع تقدم فترة الحمل كل ما بنحصل اللي نعيد فترة الحمل بيزداد افرازه عشان يسهل من عملية الولادة. تلاحظ بقى كده? ده احنا كده فيها عندنا النهاردة قلنا هرمونات للولادة او هرمونات للرضاعة. فبأكد عليك مرة تاني ما هرمونات اللي خدناها النهاردة تؤثر على الغدد السادية. هو عتنسى. هو عتنسى معايا. الهرمونات اللي بتؤثر على الغدد السادية نبتدي الانسة ربنا كرمها. ابتدت تكبر وتبلغ. هنا يشتعل هرمون الاستروجين او الاستراضيول يعمل على نمو الغدد السادية اثناء فترة البلوم. ربنا كرم الانسة اصبحت ام حامل. ربنا كرم الانسة اصبحت ام حامل. مين اللي يشتعل في حالة زي كده? هو عتنسى. اللي يشتعل في حالة زي كده? هرمونات البروجستروني. نظم التغيرات اللي بتحدث للغدد السادية طوال فترة الحامل عشان تقدر بعد الولادة تقوم بضرب. ربنا كرم الانسة اصبحت ام مرضعة. افتكر معي هرمون البرولاكتين يحفز الغدد السادية على تكوين الحليب. طب بالله عليك بقى اندفاع الحليب وخروجه من الاوعية الليبانية بفضل انقباض اعضلات الاوعية الليبانية دي بفضل هرمون اسمه هرمون زي ما قلنا الOH اولوكسيتوسين. دي كده هرمونات تتعلق بالجدد السادية وعملية الرضاعة. بالله عليك. طيب هرمونات تتعلق بالحامل الحامل والولادة. افتكر كده معي. عشان تثبت البويضة في بطانة الرحم. لابد من افراز هرمون البروجسترون اللي هي ثبت البويضة في بطانة الرحم. ويفضل موجود طوال فترة الحامل على طوله. لو نقص افرازه في اي فترة خلال فترة الحامل ده ممكن يؤدي الإجادة على طوله. عندما تكتمل فترة الحامل لابد من تناقص افراز البروجسترون. طيب وبعدين هنا اول ما يقل البروجسترون تتفكك المشيمة ويبتدي الجنين يفقد اتصاله ببطانة الرحم. هنا الغدة انه خامية على طول بتبدأ في افراز هرمون اسمه ايه الو اتش المنبئ لعضلات الرحم. طيب انقابض عضلات الرحم. ايه? تحدث عملية الولادة واي اخراج الجنين. طيب وبعدين اللي هيحصل بعد كده. طيب بعد كده. مين اللي هيشتغل؟ ما ننساش. قلنا حصلت خلاص عملية الولادة بالشكل ده كده. او عشان تحدث كان لابد ايضا طول فاطرة الحملية تزايد تدريجين افراز هرمون الريلاكسين ليرتخل الارتفاق العاني. ويصول التخلص من القروج الجنين من اعظام الحوض عند الابد. تعاني شو بقى مجموعة اسئلة ابناء بنات العزاء اي الهرمونات التلاقي لا تكونها لغدة النخامية. هرمون النماء. هرمون افراز اللبن. الهرمون المحاصل ولا الهرمون القابل لعضلات الرحمة. اذا تقولي عن بسط. ده كل ده بتكونه الغدة النخامية. اقولك لا. ركز. ركز. ما علاش. الغدة النخامية. قلنا كان فيها جزء ايه غدي بيكون هرموناتو. ويخزنها وتطلع من جزء الغدي. ما تنساش كان فيه جزء عصبي. مش هو اللي بيكون هرموناتو. لكن هرموناتو كان اللي بيفرزها خلالة عصبية المفرزة. خلالة عصبية المفرزة اللي فتحت المعاد. بتتخزن الهرمونات في الفصل الخلفي ده. خلي بالك مين الهرمون اللي كان من خلالة عصبية مفرزة وتخزن في الفصل الخلفي. ما فيش غير الهرمون القابل لعضلات الرحمة. هرمون القابل لعضلات الرحمة او الابسيتوسين. فهي دي الاجابة الوحيدة اللي بتعبر عن هيرمون يوضح كده أي أعضاء الجسم اللي درستها لا تتأثر وظيفة بواسطة هيرمونات تفرزها الغدى النخامية الكليا ولا الكبت ولا الغدى الدراقية ولا الغدى اللبنية الوظيفة ما بتتأثرش بهيرمونات بتكون الغدى النخامية تعال نشوف هيرمونات تفرزها الغدى النخامية يخلي بالك الكليا لسه يليم تأثر وظيفتها يعيد امتصاص الماء من النبيب النفرونات الكابت ما جبناه سيرتو حال الدراقية آه لا معلش عشان تكون سيروكسين لازم هيرمون تيس سيرتش ينشطها الغدد اللبنية عشان تقدر تكون اللبن لازم يحفزها على تكوين اللبن والبرولكتين ده بتكونه الغدى النخامية يبقى كله جب نصبته ليه علاقة بإفرازات الغدد النخامية معادة الكبت أي حالات الخلل التالية تفسر التغير في وجه يا زي السيدة ولاحظ معايا يا زي السيدة السيدة ديت لو لاحظت شوف كده حالة بتاعتها هل زيادة إفراز هل نقص إفراز هل مون جيتش زيادة إفراز السيروكسين ولا نقص إفراز السيروكسين لو جينا شوفنا التشوى اللي خاصة لده كده شاك فك السفلي بقالز حس إن عظام الوجه هنا أصبحت غير طبيعية بالمرة أكيد ده التضخم اللي حصل في عظام الوجه ده نتيجة إصابتها في حالة تسمى الأكروميجالي طيب مين سبب الإصابة بالأكروميجالي هنا طبعا الإجابة زي ما اتفقنا زيادة إفراز هل مون النمو يبقى كده زيادة إفراز هل مون النمو هي دي اللي قدت لحاجة زي كده يبقى هنا إجابة زيادة إفراز هل مون النمو زي ما قلت أي الهل مونات التلاقي يحفز الخصية على القيام بدورها القنوية مينة يخلى الخصية تقوم بدورها القنوية هل الـ ولا الـ ولا الـ دائما ديما ضس كده ويركز مع السؤال الخصية هتقوم بدورها القنوية يعني هي يكون حاجة في قناة الخصية بيكون مين في قناة الحيانات مرؤية طب مين اللي خلى الخصية يكون الحيانات مرؤية مافيش غير رمون الـ طب لو غير بقى قال لك ايه هنا بدلا بدورها القنوية يخليها بدورها اللا قنوية. الصماء كغدى صماء غدى صماء اه غدى صماء يبقى كده هتكون هيرمونات وعشان تكون هيرمونات لازم تكون ايه خلايا خلايا ديت باينية تكون الهيرمونات ديت اه يبقى كده لازم هيرمون ال اله ينشط عشان تكون الخلايا البانية دي يبقى الإجابة عندي هنا هرمون من ال-FSH هنا الإجابة اللي خلت الخصية تقدر تكون حينات منوية في قناة لكن لو فرض نغير كده كلمة واحدة قالك إن الخصية تعمل كغدة لا قناوية يبقى كده محتاجين هنا هرمونات طبعا بتكون الخلايا البانية عشان الخصية تكون خلايا البانية كان لازم من هرمون ال-L-H زي المزاكرة الوقت بيعد معاكم على طول أبناء بناية الأعزاء طبعا بنشكركم مع المتابعاتكم دايما ربنا يوفاكم كان معكم أستاذ محمد الورداني خبير مدد الأحياء والجيولوجيا في وزارة التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته